كلنا نعرف الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فبماذا تنصحون نحو مشكلة انتشرت في عالمنا تتمثل في البداع والخرافات فمن ذلك طائفة يسمون أنفسهم المشائخ ويدعون أن لهم ولاية لمحبيهم من الناس في الدنيا والآخرة فيجمعونهم ويخطبون فيهم كل واحد منهم يقول لمجتمعه أنا الشيخ الفلاني فعاهدوني أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة فما الحكم في مثل عملهم هذا وما الحكم في مصدقيهم من الناس وما هو واجبنا نحوهم أفيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نشكر السائل على غيرته على دينه واهتمامه بعقيدته وهذا واجب كل مسلم أما ما ذكره من حالته هؤلاء الذين يدعون الناس ويخطبون فيهم يحثونهم على تعظيمهم وعلى عبادتهم من دون الله باتخاذهم شفعاء وأولياء في الدنيا والآخرة فهذا منكر عظيم وكفر شنيع لأن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت كما صرح بذلك أهل العلم أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها أي استحقاظ والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده يأذن بها لمن شاء من رسله وأنبيائه والصالحين من عباده يشفع في من رضي عنه من المؤمنين ولا تكون إلا بعد إذن الله ولا تكون إلا إذا رضي الله عن المشفوع له قوله وعمله لأن يكون من أهل الإيمان النبيون والملائكة والصالحون ليس له مستحقاق في الشفاعة حتى يقول هذا الدعي عاهدوني على أن أكون لكم شفيعا ووليا في الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى هو الشفيع وحده وهو الولي وحده كما قال تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وكما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ففي الآخرة لا تملكوا نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ليس لأحد استحقاق في الشفاعة ولا في الولاية من دون الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول في حق النبيين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فالنبيون والملائكة والصالحون كلهم عبيد لله محتاجون إليه كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالأولياء ليس لهم استحقاق بالشفاعة وليس لهم حق أن يتولوا عباد الله بالآخرة وإنما هذا ملك لله سبحانه وتعالى والولاية أيضا لا تختص بأحد دون أحد فكل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من آمن بالله والتقاه فهو ولي لله وهذه الولاية تعظم وتخف بحسب حال صاحبها في الإيمان والتقوى وكلما عظم الإيمان والتقوى قوية الولاية وكلما ضعف الإيمان والتقوى ضعفت الولاية ولا يختص بها أحد دون أحد ثم أيضا نحن لا نحكم لأحد بأنه ولي لله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاية وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نجزم له بالولاية ولكننا نرجو للمؤمنين المتقين ونخاف على العصاة والمذنبين وحتى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة غيرهم من الصحابة من سادات المهاجرين والأنصار ما أحد منهم ادعى هذه الدعوة التي ادعاها هذا المبطل ما أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والقرون المفضلة قال للناس عاهدوني على أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة هذه لم يقولها أحد من أهل الإيمان ولا يقولها إلا الطواغيت الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل فالواجب الأخذ على أيديهم إما أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخرافات وهذه النزعات والنزغات الشيطانية وإما أن يقتلوا ويراح المجتمع الإسلامي منهم مبارك الله فيكم طبعا هذا الحكم يشمل أيضا المدعين ويشمل من صدقهم أيضا في دعوهم نعم فمن ادعى هذه الدعوة ودعى الناس إلى أن يعاهدوه على أنه شفيعهم وعلى أنه وليهم في الدنيا والآخرة فهذا طاغوت وكافر بالله سبحانه وتعالى ومن صدقه فهو مثله أيضا نعم من صدقه فهو كافر بعد معرفته للحجة والنصوص الشرعية أما إذا كان جاهلا فهذا يبين له الحكم يبين له بطلان هذه الدعوة وهذا المدعي النصوص الشرعية فإن أصر على تصديق هؤلاء الطواغيت صار مثلهم في الكفر والضلال والإلحاد إنما الولاية ليست مقصورة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الصفات وضوابط إذا التزم بها أي شخص أو توفرت فيه كان له حق هذه الولاية كل مؤمن فهو ولي لله سبحانه وتعالى نعم بحسب إيمانه وتقواه وقلنا إن هذه الولاية تقوى وتضعف بحسب قوة الإيمان وضعفه ولكننا لا نجزم لأحد بأنه ولي لله إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قولنا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقصر على زمن النبي بل بصفاته يعني الأشخاص المعينين يقتصر على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للوصف العام يقال كل مؤمن فهو ولي لله هذا مستمر إلى يوم القيامة أما أن نعين شخصا أو أشخاصا ونقول هؤلاء أولياء فهذا لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعلم ما في القلوب ولا نعلم ماذا يكون عليه حال الشخص فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما نحكم بالظواهر فقط منه كما تفضلتم أيضا فإن بعض الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كلهم في الحقيقة لم يسبق أن أحدا منهم ادعى أنه ولي أو زعم لنفسه هذا الزعم فلن يشعرون دائما بالتقصير وأنهم مقصرون في حقوق الله رغم أنهم على درجة كبيرة من التقوى والوراع والزهد نعم حالة الصالحين من سلف هذه الأمة ومن اقتدى بهم لمن جاء بعدهم أنهم لا يدعون لأنفسهم الولاية وأنهم يشعرون بالتقصير والنقص كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وكما قال عن المسيح وأمه وعزير عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال عن الأنبياء عموما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رعبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نعم جزاكم الله خيرا